السلام عليكم. شاب تلتا سانوا نركز بقى مع بعض. خدوا بالكم الفيديو النهاردة بتاعنا دسم شوية. في مجموعة اسئلة كتير جدا عن الفورس وعن التورك وعن الجيلفانومتر. فركزوا بقى معي. اول حاجة احنا هنتم في الفيديو ده بالاسئلة الفيديوهات بتاعة الشرح الناس اللي فاتتها. الفيديوهات احسابها لكم في بتاع الفيديو ده تقدروا ان انتم ترجعوا لاي جزء انتم عندكم في مشكلة. هتلاقي الشروحات طبعا مفصلة. يعني جزء مسلا شرح الفورس الواحده. التورك الواحده. الجيلفانومتر الواحده. فبالتالي انت تقدر ترجع الفيديو اللي انت محتاج شرحه فقط لجيل. ركزوا بقى مع اياه لما نيجي نبدأ نحل هنحل ازاي? اول سؤالة عندنا اللي هو ده مديني القرنت بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. والمجنيتك فلاكس دينيستي طالع لفوق. نركز كده مع بعض. يبقى كده المجنيت طالع لفوق. مش الكلام. تمام بالشكل ده. والقرنت عندي طالع. ايوة القرنت عندي ماشي بالشكل ده. يبقى ده اتجاه القرنت. وعندي ده طالع لفوق. فبالتالي لو جينا ركزنا بقى شوية كده هنلاقي الفرس بتاعتنا نازلة ازاي? والزبط كده برافو اللي ايه? نازلة لتحت. يعني معنا كده ان الفرس تأثيرها لتحت. طيب تمام. دي كده الفرس بتاعت الواير. هو الراجل بيقول لي ايه? بيقول لي ركز ان ان برضو عندك في الشكل اللي اصادك ده. فيه بتاعت الفرس كمان بتوق اف. يعني انا عايز اعرف المفروض بالنسبة لالتوق اف اللي موجودة اللي هي نازلة لتحت دي. هو مش مسميها اف ومسميها تو اف. وبالت خد بالك كمان اللي هي كمان اف. يبقى كده التوق اف اللي احنا قلنا عليها. اضافة عليها الاف التانية. يبقى يطلع النوت الناتج ان توتال كام سري اف. يبقى مهم بالنسبة لطبقة مجنيت طالع لفوق كرانت ماشي كده. يبقى بلاقي الفرس نازلة لتحت نازلة مع الويت. طيب. نركز مع بعض. يبقى كده التوتال بتاعنا ايه? والاف بتاعت الويت. ادي كده سري اف. نقطة مهمة جدا. عندنا مسلا سؤال زي سيفنتي سيفن ده. بيقول لي ايه هنا? بيقول لي انا عايز اعرف يا عم انهي رسمة في دول. المفروض ان اللي مفيش عليها فرس اصلا. مفيش فرس. مفيش فرس دي كانت عند بتبقى عند القانون. ايوة الفرس نفتكر كده القانون بتاعنا ايوة عشرة على عشرة. بي اي ال ها. صين السيتا. امتى تختفي لما القيمة دي تبقى زيرو? زيرو امتى عند انجل زيرو? يعني لما السيتا بتاعت تبقى زيرو. يعني وضعها يكون براد. لو بصنا هنا هنلاقي الكرانت كده الماجنة تنازل ادي كده بريبين ديكلر. لا ده هنا الكرانت طالع لفوق تمام? والماجنة جنبه كده بالشكل ده يبقى برضو بريبين ديكلر. لو بصنا هنا هنلاقي بص الماجنة عامل ازاي? الخط بتاعه كده? والقرانت عامل ازاي? بالشكل ده. يعني برا لي بس اقات يعني الانجل ما بينهم زيرو. واحد اقول لها يا مستر هندرد ايتي. ما بصين هندرد ايتي هي هي الزيرو هتطلع زيرو في الاخر. يعني بالنسبة لي ده الرسمة اللي ما فاش تأسيل للفورس. طيب. نركز كده مع بعض. سؤال زي سيفنتي نايل. ده نبدأ نحل في بقى السؤال بخطوات شوية. بس بسيطة. هو هنا بيقول لي انه عايزك تعلم لي الفرق ما بين الفورس اللي اكت على الواير اي بي والفورس التانية اللي اكت على الواير بي سي. طب لو جينا كده بصنا شوية سريعا مع بعض. برقة كده مشاغبت فيها مع بعض شوية. بالنسبة للواير بي سي اللي انس بتاعته El. وبالنسبة للواير بتاعنا A B الانس بتاعته El. يبقى لو ركزنا كده هنلاقي ان الفورس اللي هنا. والفرس اللي طالع هنا هيختلفوا عن طريق مين? اللينس فقط لغير. ايه وممتاز اللي قال. يبقى القصة كلها تبقى في اللينس. يعني بالشكل اللي احنا شايفينه قصادنا الفرس بتاعت الاولاني. هتبقى معتمدها. طيب اشمعنا اللينس. ليه ما فيش فرق تاني? لان انا عندي بي اي ال سين السيتا. بالنسبة للانجل هي هي. بالنسبة للقرنت بتاعي كباليو هو هو. لان الواير ده يعتبر كأنه سلكة واحدة. يبقى عندي هو هو. والانجل هي هي. والماجنيتك الكسترنل هي هي. يبقى اللعبة كله على اللينس. يبقى اكيد مليون المية اللي عنده لينس اكبر هيكون عنده الفرس اكبر. يبقى الفرس بتاعت البي سي اكيد اكبر من الفرس بتاعت مين? الاي بي او مش اكبر هي تعتبر الدبل بالزبط. يبقى لو جينا ركزنا اكيد طبعا ما بين الاصغر على الاكبر هتكون لزان ايه? وان. نركز بقى ونشوف. سؤال اي دي? هنا بيقول لي يا عم انا عايزك تعمل لي ما بين مين ومين? ما بين الفرس والسيتا. طيب اثناء الروتيشن. الروتيشن عندي اللي بتحركش بالشكل بتاعي يعني بتغير للسين. اي تجهير للسين عندي بتبقى التجهير ده بالنسبة لي المفروض ان هو يطلع دايريكت. بص ركزوا معي. المفروض انها لما باجي اعمل ما بين مين ومين? ما بين الفرس. مع سين السيتا. المفروض انها تطلع دايريكت. بس هو في الرسمة ايه اللي الفرس مع مع السيتا بس. يعني لاجي فكرة الساين. يعني هلاقيها بس بشكل مختلف شوية. يعني واخد كده كده كأنه اكسبونيه لشان كارب. ده علشان معه السيتا. لكن لو قل مع ساين السيتا برضو عرف الفرق ما من الاتنين عشان لو تحطت في الامتحان. يعني لو قل مع ساين السيتا هتطلع عندي بشكل مباشر. سؤال عندي ايتي وان. ركز فيها عشان ده نحتاج نحله بارقام. الناس اللي ما بتعرفش تتعامل مع الجرافات. ركزوا معي. انا كل اللي انا بحتاجه من اي جراف نقطتين. نقطة مسلا والتكن الفرس اللي موجودة عندي اللي هو حاطيتها هنا مديها بكام بتوب بوينت فور عشو على عشو. ده قصات كارنت عامل كام هنا? اللي هو احنا اخدنا اخر نقطة مع اخر نقطة. يبقى الكارنت عندي في الحالة دي عامل كام سيكس. طب ممتاز. يبقى ده كده الفرس وده الكارنت. هو الراجل ايه اللي ايه? لازم ابص على بقية الفاكتور اللي عندي. الانجل وخلافه. هو هنا بيقول لي اعمل حسابك يا عام. ان انا محتوط يعني الانجل بتاعتي عشرة على عشرة. طيب. وبيقول لي كمان بتو ميتر. يبقى الايه اللي عندي بكام? بتو ميتر. لو بصنا كده القانون هلاقي فيه. هي نقصة حاجة بسيطة او اللي هي البي. تعال ابص كده على التعويض بتاعنا. المفروض انه هو بي اي ال ساي مين السيتا. يبقى انا لو عايز البي بس. اودي كل اللي جنبها بالدفايل. يبقى اللي بتاعتي هتبقى الفورس اوفر. كل اللي جنبها اللي هما الاي والال معه الساين السيتا. يعني الفورس بتاعت اللي هي تو بوينت فور اوفر الاي سيكس. الالتو. الانجل بتاعت اللي هي ساين نانتي هيطلع في الاخر توتال الماجنيتك فلوكس دينستي زيرو بوينت تو تسلا. تمام? حكزوا معايا. سؤال تاني برضو زي اي تي تو. بس اي تي تو ده مش يحتاج مننا شغل كتير قوي. هو يحتاج مننا ان احنا نفع بالرأس. هو مديني هنا ومديني يعني قدر ان انا اغيرها. وباللي عام يشوف ايه اللي هيحصل بالنسبة للراجل ده. لو جينا ركزنا شوية هنلاقي ان الفورس اساسا لو حد بيفكر كده ببساطة مرتبطة بالرزيستنس. لا ده الفورس مرتبطة اصلا بالكارنت. يبقى لو ركزنا كده الفورس في الاساس مرتبطة بمين بالكارنت. بس الكارنت انفرس بروبوشنا المعمين الريزيستنس. كلام قوم. طيب يبقى معنى كلامي ان انا لو زودت الريزيستنس. ايه اللي هيحصل للكارنت هيقل. يبقى الفورس هي كمان هتقل. يبقى في حالة زي كده هتكون فعلا هتكون اللي هي الفورس مع الريزيستنس. بسبب ان الريزيستنس قللت الكارنت. ركز معي. سؤال اتي سري. هو انا السؤال ده محتاج مننا دمك شوية لانه مدخل لنا نقطة كده. لازم احنا فاهمنا ليها علاقة بقوم. ليه? ايه اللي دخل اون في القصة مستر? ببساطة كده لو انت ركزت. هتلاقي نقطة مهمة عندنا ان احنا بنتكلم هنا اساسا على جزئيات الفورس. طب جزئيات الفورس كده فكروني كانوا بتقول لي ايه? البي والاي والالو ساين السيتا. طب انا مش كان عندي فورسة اصلا اخدناها في نيوتن. بتقول ان الفورس ايكوال الام في الايه? ايه ده هم ممكن يسويهم ببعض? ايه عادي جدا. انا فيش اي مشكلة. تعالوا نشوف كده الدنيا بتاعتنا ماشي ازاي? السؤال ده مهم. هو هنا بيقول لي خد بالك ان الشكل اللي قصادك ده فيه اللي هو بلنس كام? يبقى كده اول معلومة عندي اللنس بكام? ايوة يعني على طول عشان تبقى متر. وفيه بتاعتي بكام? وبعدين? وبيقول لي طبعا انا عندي هنا بالنسبة للكابر واير ده المفروض ان هو بتاعته. يعني هو معتبر ان فيها والواير ده بتاعته. ماشي. والماجنيتك فيلد اللي موجودة كاكسترنل زيرو بوينت وان. وبقول لي اعمل حسابك يا عام ان انا حاطت اللي هي شكل البتر اللي هو حاططها هنا. بكامرا قامها. ده كلام جميل. طيب مبدئيا الفولت والار اللي هنا دول انا قدر اجيب منهم الاي لو انا عايز. يبقى كده اول خطوة قدر اجيبها. هقول له ان بتاعتك على الار تقدر تجيب لي مين? طب الفولت بتاعي سيكس. الار اللي هو حاططها كام? يبقى بتاعي سري امبير. واروح اطبقى بقى اللي اقصادي. طب هل هو اداني حاجة ليه علاقة بالانجل? اه قال لي يعني مفروض دي ساين ناينتي هتدي وانا. يبقى كده بالنسبة لكل اللي انا هعمله ان انا هقول ان الفرس بتاعتي عبارة عن ايه? العشرة على عشرة. هتساوي مين? الام في الجي. او هنا بقى الام في الايه? في الايه? العادية لان هنا هو مش عاملها للويت. كلام جميل. لو جينا بصينا هلاقي البي عندي ولا مش عندي او عند البي. كام رقمها كده? فكروني. زيرو بوينت وان عشرة على عشرة. الاي بتاعتي? تمام? ممتاز لسه جايبينها السري. اللينس اللي موجود اللي هو يعني زيرو بوينت تو. ده اكوال ماس. هو انا عندي ماس. تعالوا كده نبص. اه قال لي هنا ان ان انت عندك فور هندرد جرام. فور هندرد جرام يعني اللي هي هتطلع فور هندرد بس بالكيلو جرام يعني تين نيجاتيف سري. كده فاضل مين? الاكسريريشن. هتود الكلامكم ده كله بالديفايد هتطلع لعقيمة الاكسريريشن. اللي هي بالتقريب حوالي في حدود زيرو بوينت ففتين. طيب. هنا لما يجي بقى يدخلني في ازاي تقدر تجيب اي واير اللي اتنين واير شايلين بالنسبة لي. ركزوا معا. التو براء الواير دول المفروض ان هما سيبريتت. طبعا في نقطة مهم ما انا عايز افكركم بها قبل ما نبدأ نحل. اللي هي الرولز اللي احنا بنشتغل عليها في موضوع الاتنين فرس او الفرس اللي ما بين اتنين واير. لو انا عايز اجيب الفرس على واير منهم بجيب الماجنيتك فيلد اللي بتقصله من الواير التاني. ودي اي وان دي الوا. يعني من الاخر. لو انا عايز اجيب الاف وان. يا باخد الكارنت اللي فوان واللينس اللي فوان. بس الماجنيتك افكت اللي بتجيله من الواير تو. برضو نفتكرها كده مع بعض سريعا. طبعا زي ما اتفقت معاكوش شرح بالتفصيل هتلاقوه في الديسكريبشن. في فيديوهات لشرح كل حاجة من دول. يعني مثلا ببساطة لو ده اي وان ده اي تو. بشوف تأثير مثلا تو على وان او وان على تو حسب ما انا بختار. طبعا الموضوع ما بيفرقش ازا تخدت اف وان او اف تو. لان ببساطة في اغلب المسائل بيعتبر ان الاتنين لنس ار ايكوال. طالما الاتنين لنس ار ايكوال تعمل حسابك على طول ان الفرس بتاعتي بتاعت كل واحدة فيهم هتكون ايكوال. يعني انا جبت اف وان جبت اف تو مش هتبقى فرقة بالنسبة لي كتير. تعيب نركز بقى مع بعض ونشوف احنا هنعمل ايه? هو هنا بيقول لي عاما انا عندي اتنين باريل واير ما لهم? ماشي خلينا ماشيين معه. ايوا ده ايه ده بقى? ده ليهم هما الاتنين. يعني اي وان هي هي ال اي تو. وهنا هو قيل ان هما كام تو امبير. ممتاز الكلام ده. وبعدين وبيقول لي اعمل حسابك ان انا بقول انا عايز الفرس بريونة لانس. بريونة لانس يعني بعتبر ان ال اتنين بالنسبة لي وان ايه? عشرة العشرة ميتر. هو اللي قيل. يا ده اليونة لانس. وقال لي اعمل حسابك يعامل ان الفرس ما بينهم. المفروض ان هي فور ملتبلاي تنس وده باور نيجاتيف فايف. طيب هو انا بالنسبة لي عايز اجيب مين? بيقول لي هات الدستنس ما بينهم. تعالوا كده نبص على القانون بتاعنا بتركيز كده بسيط. الفورس ايكوال احنا اتفقنا لو انت هتقول وان يبقى تاخد بي تو ها? اي تو ال تو. طيب مبدئيا ال ال كده كده وان مش فرقة. الاي تو عندي بكم? بتو امبير. والبي بتتفك بالرول طبعا بتاع ايوة الستريت واير. افتكروا كده سوا ها? الميو ها ملتبلاي مين يا عام? الاي تو هنا هي هي الاي وان يعني هي هي التو برضو. ولسه في كمان التو بتاعت الكارنت اي تو ما هيش ممتاز. ها اضافة لكده مين? ادي تو باي ها? في مين كمان يا عام? في الدي اللي هي القنون الوحيد بتاعنا. ازاي مستر ما الميو قنون? لا الميو مش قنون الميو بتاعت اللي هي كانت مين اللي هيفضل معي هنا? مفيش جر جزئية اتنين ايوة عشو على عشو جزئية الاي? الفورس اللي هي عبارة عن فور ملتبلاي تين توزا باور نيجاتف فايف. هنيجي نحسب الكلام ده عن طريق الكراس ملتبليكيشن هتطلع ادي بتاعتي زيرو بوينت زيرو تو اللي هي ابروكسيمتلي تو سانتي ميتر. لان زيرو بوينت زيرو تو دي اللي هي بنوسل بالنسبة لي مين? الرقم بس بالميتر. وخط بالك ان الارقام اللي بتطلع من الرول بتاعت الفورس. وبتستخدمها برول الفورس لازم تكون بالميتر. نقطة مهمة ما تتنسيش لانك بتتعامل مع النيوتين. داي. سؤال تاني بقى ده سريع جدا يعتبر بالنسبة لنا لان ببساطة الموضوع ده مبني على فكرة صغيرة قوي. لما انت يكون عندك الاتنين فورس مسلا. يعني كرا انت كده وكده. الاتنين بالنسبة لي يبقى الفورس طبعتها هتبقى هيشدوا بعض بالشكل ده. طب لو الاتنين اقت اوبزيت. لون الاتنين اقت اوبزيت يعاملوا يعني ده يخرج كده. بيستخدم لكم من حاجة. اهنا اتفقنا ان طالما ما بين الاتنين نراكز بقى ما ننساش طالما ما بين الاتنين. يبقى بتاعة الفورسة في الحالتين هتكون يعني كده او كده لازم هيكون يعني مسلا لو الاولان اياف لازم تكون الاف في التانية اف كمان. مع اختلاف الاي اه مع اختلاف الاي. قلنا لحاجة الوحيدة اللي بتأثر اللينس. طبعا ما اللينس ار ايكوال يبقى هيفضل الايمة بتاعتي ار ايكوال مش يحصل فيها اي حاجة. يبقى لو جينا كده ركزنا نرجع بقى لرسمتنا او للسؤال اللي هو طالبه مننا هنا. بيقول ليه الراجل? بيقول ليه انت في الشكل اللي قصادك انا شكل يعتبر صح. لو بصنا على الاولانية اف تو اف من الجير ما بص على الديريكشن دي كده غلط. هنا اف تو اف برضو غلط. هنا في اتنين ايكوال يعتبروا صح. يعني هنا في اف و اف وهنا في اف و اف برضو. يا ببساط كده لو ركزنا هنلاقي النتيجة عندي ايه? جلقاتي. ركزوا بقى معايا. هو هنا النتيجة عندي الفرس دي والفرس يقعد. الاتنين بيبادوا عن بعض عشان هما الاتنين يبقى ده الوحيد اللي ينفع. ده مش ينفع لان الاتنين بس عاملين يبقى لأ. هي المفروض النتيجة بتاعتهم بتبقى نركز يا شباب. سؤال زي اللي عندنا في سيكسي كده بيقول لي يبقى كده بالنسبة لي في دستنس موجودة عندي هنا بكام بفايف سنتيمتر. طيب. الفايف سنتيمتر دي تمثل بالنسبة لي مين? ادي فايف سنتيمتر. وبعدين وبيقول لي ان انت المفروض ان ما بينهم هما الاتنين يعني معنى كلامي ان انا كده او الاتنين كام? ايوه عشرة على عشرة. ممتاز. وبعدين. وبيقول لي افدى الكتر الكارنت انتنس تي بتين امبير. يعني الاي دي تارا وان ولا تو. لأ ده بيقول لي برسنج سرو اتش اوف ذام. يعني اي وان و اي تو هما الاتنين بكام بتين امبير. حلوة او. بيقول لي عم هاتلي الميت والفرصة بينهم هما الاتنين. وقل لي النوع بتاح. طب هو مبدئين هو يبقى من غير كلام كتير هي اتراكشن. من قبل ما احسب هي اتراكشن. تمام طالما يبقى هي اتراكشن. كلام جميل. نيجي نحسب الموضوع بقى 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 بسيط. سيادتك لو قلت اف وان يبقى تجيب البي تو اي وان اللي وان. اه. البي تو اللي هي بالنسبة لك ميو. ايوه عشرة على عشرة. فين الاي تو. ايوه اللي هي تين. اوور تو باي. هو اي الفايف. يبقى تبقى فايف ملتبلاي تين سو دا باور نيجاتيف تو. وبعدين نكمل مع بعض. كل ده مكان البي. ماشي. الاي التانية عندي بكام? بتين برضو. كل ده مع اللينس بتاعت اللي هي كام? هحسب الكلام ده بسرعة معايا. هيطلع النتيجة في الاخر ايت ملتبلاي تين سو دا باور نيجاتيف سرين نيوتن. وزي ما اتفقنا دي هتمثل بالنسبة لي عشرة على عشرة. سؤال زي عندنا في ايتي سابن. بيقول اي في ايتي سابن هنا. السؤال ده مهم جدا 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 لانه مدخل جزئية لها علاقة بالوين. فالسؤال ده مهم وركزوا بقى معي شوية. الراجل هنا بيقول لك اعمل حسابك يعمل في الشكل اللي اصادك ده. المفروض ان انا مديك تو استريت واير. الواير وان والواير تو ماشي. الواير وان زي ما احنا شايفين هنا دلوقتي. شايل كان بففتين امبير. وفي واير تو باي تو انا معرفهاش. تمام? وبيقول لي كاري الكتري كان ما هيشي ده اقولناه ده كلام جميل. يبقى كده مبدئيا انا عندي بفايف سنتي. حالو. يعني في النجاتف تو ممتاز. وعندي اي وان بففتين. وبعدين يا عامل. بيقول لي انا عايزك تشتغل في الماس بتاعت الواير. الماس بتاعت وان ميتر من الواير تو. واير مين? تو. ماس بتاعت وان ميتر يعني هو بيقول لي الماس على اللنس. بكم? نركز بقى. هو معنى ان نقول لك ماس بريونت لنس او وان ميتر يعني معناها الماس على اللنس. بزيرو بوينت تولف جرام بير ميتر. طبعا الجرام ده هيتحول. اوكي ماشي تبقوا عارفين. طب عايز الراجل ده. بيقول لي انا عايزك تقول لي ايه اللي المفروض انا اعمله عشان الراجل ده ما يقعش نتيجة الجرافتي. ما يقعش يبقى انا عايز انهواير اللي ما يقعش ركز بقى معي. انا عايز الكارنت اي تو اللي هتبقى جوه الوير ده علشان مقعش. بقى انا عايز فرصة تقصر لفوق. طيب تقصر لفوق يبقى تشتغل ضد مين? مش هي بي اي ال? ممتاز. يبقى تشتغل ضد الويت اللي هي الام في الجي. ممتاز. طالما كده يبقى بزكاء كده بسيط. هنلاقي. ان انا بالنسبالي البي انا المفروض التأثير على مين? ايوة على تو. يبقى اي تو و ال تو. حلو. والبي بتاعت وان. طب هل معلومة البي وان عندي? اه طبعا عندي لان كل الارقام جاهزة. تعالوا نشوف ازاي? المي و موجودة. الاي اللي ماشي في الزبون? ففتين صح? اوبر تو باي. الديستانس بينهم? نركز كده مع بعض. الديستانس بينهم فايف سنتيميتر يعني زيرو بوينت زيرو فايف. كل ده ملتبلاي الاي تو اللي هي الانون. واعمل حركة صائعة بقى. لو الراجل مش قل الماس على اللنس. يبقى هودي اللنس ده هنا الناحية التانية. اخلص من الاتنين على بعض. يبقى تطلع زيرو بوينت تولف بس طبعا دي بالجرام. يبقى ملتبلاي تين توزا باور نيجاتيف سري. عشو على عشو. كده انا خلصت من الماس والننس مع بعض. الامة على الايه مرة واحدة? تمام. كل ده ملتبلاي مين يا عام? الجرافتي اكسلريشن. يا طرى هو مدهالنا بكام? مدهالنا بتين. كده الانون بتاع الوحيد اللي هيبقى موجود هي هتكون مين? يبقى لما يقول لي انا مش عايز الراجل ده يوقع. يبقى انا بساوي الاتنين على طول بمين? بتأسير اللي موجودة معاه. عشو على عشو. دي هتطلع الرقم في الاخر عندي. نركز بقى مع بعض. من مسائل التوركة او جزئات التوركة عندي ان احنا نبقى مركزين شوية في موضوع الانجل. طبعا في التورك. نركز بس ونفتكر كده مع بعض معلومة مهمة. التورك دايما الرول بتاعه كان البي اي اي ان مع صين مين? السيتا. صح كده? خدوا بالكم ان هنا السيتا لازم بتكون ما بين مين? ما بين النورمال تو ده بلين and magnetic flux. صح كده? النورمال تو. طب هو لو مديني الانجل بتاعة البلين كنا بناخد ناينتي. ايوة ممتاز بقى للناس اللي كانت سامعة الشرح. ناينتي ماينس ايه? السيتا. عشو على عشو. يعني معنى كده السيتا اللي هنا دي اللي انا بعملها مش هي اللي انا بشكلها هنا. دي الانجل دي بتكون الانجل اوف بلين اوف كويل. الانجل بتاعت مين? البيلين اوف كويل. يعني لما لاقي كلمة اخد ناينتي ماينس عشان ازبط الانجل مع مين? الطور. طب هو بيقول لي يا ترى انهي شكل من دول. ركز بقى معايا. انهي شكل من دول بيديني ده جريتست فاليو اوف تورك. جريتست فاليو اوف تورك يبقى انا عايز السيتا اللي هستخدمها تطلع ناينتي. يبقى لازم الانجل بتاعة البلين تكون زيرو. الشمانة عشان لما اقول ناينتي ماينس زيرو ترسع على ناينتي. طالما الانجل بتاعت البلين تبقى زيرو. يبقى انا عايز البلين يكون برى. فاني هو وضع من دول البلين بيكون برى بالزبط ما فيش جل قدام جل الوضع. ايه? تعالي. سؤال تاني برضو مهم. الشكل اللي قصادي عندي في بيقول لي ايه? بيقول لي في الشكل اللي قصادك ده المفروض ان انت عندك. الشكل ده ده مفروض طبعا. فانا لو عايز اجيب الارية بتاعته هجيبها ازاي? هو مديني الريدياس اه. يبقى هقول له باي. الريدياس بتاعت اللي هو سنتيمتر. يبقى تبقى زيرو بوينت سري باور تو. ادي الارية. وبيقول لي اعمل حسابك ان الراجل ده عنده ريزستنس بقى ادي ايه? بزيرو بوينت سيكستين. جميل. ومحتوط جوا يونيفورم ماجنيتك فلاكس اللي بي بتاعته بزيرو بوينت فايف تاسلة. ماشي. كل ده كلام ممتاز. وبعدين. وبيقول لي اعمل حسابك كمان ان انت عندك بوينت بكام? بتوينتي. طبعا كالعادة التوينتي مع الار هتجيب للاي على طول ببساطة. وبيقول لي طبعا نجليكت الانترن الريزستنس عشان ما تحسبهاش. وبيقول لي عما نعايز اعرف التورك هتطلع كم? طيب. الموضوع برضو ده مخفيف. نركز كده بقى مع بعض. التورك القانون بتاع بيقول لي ايه? طيب. الوضع اللي بالنسبة لي كابلين يبقى يبقى خلاص دي خلصنا منها. الماجنيتك فلاكس قريدي عندي ما فيش فيها اي مشكلة اللي هي زيرو بوينت فايف. الاي اللي هي الفي على الار يعني ايوة السيكستين. زيرو بوينت سيكستين سوري. مين كمان معايا? ايوة بالزبط الاريا. احنا لسه حاسبينها فوق اللي هي بايف زيرو بوينت سري. هل النمبر افترني موجودة? ركز كده بقى معايا شوية قوي في اللي هو قيله. هو بيقول لي هنا ايه? المفروض ان الراجل ده متاليك رينج. او ما يقول لك كلمة رينج يعني حلقة يبقى لان على طول بوان. النتيجة بتاعتي على طول هتطلع بمجرد ان احنا نحسابها تطلع سيفنتين بوينت سبن نيوتن دوت اي الميتر. طيب ركزوا بقى معايا. من ده من برضو الاسئلة اللي بتبقى محيرة شوية. سؤال زي اللي موجود عندنا في الجرافات مثلا زي سؤال ده. بيقول لي ايه السؤال ده? بيقول لي الشكل اللي اصادك ده يا طرى اني شكل من دول ما بين مين ومين التورك. بس مهمة او ان هو انت تعرفني بقى انت عايز اني انجل. عشان ده مهمة او في الاسئلة. يا طرى انت عايزنا اشتغل الاني انجل. بتاعة البلين ولا بتاعة النورمل. هو هنا بيقول لك انت المفروض هتشتغلها. السيتا بتوين الكويل اند بريبين ديكلا لاين تو دا ماجنيتك فلوكس. يعني كأنه بالزبط تقلل نورمل. طب ما هي هي. يعني هو لو قلل البلين مع مع الفلوكس على طول خلاص الموضوع منتهى تبقى ناينتي ماينوس. لكن طالما قلل البلين او الكويل والبريبين ديكلار كأنه قلل نورمل تو دا بلين. يعني معنى كده ان الارقام هتبقى صريحة. تبتدي زيرو زيرو. الماكسيمم مع ناينتي يرجع للزيرو تاني. يعني معنى كده ان هو هشتغل مع الانجل المباشرة اللي جوه القانون. اللي هي اللي مع صاين السيتا على طول مباشرة. السبب اللفظ اللي موجود هنا بريبين ديكلا لاين تو دا فيلد. لو كانت البريبين ديكلا لاين دي ملغية وقال البلين والفيل دا على طول يبقى لقى هشتغل بشكل معاكس. يعني الاجابة بتاعتي هنا في الحالة دي هتبقى دي. لو كان لاغي دي يبقى الاجابة بتاعتي هتكون سي بادية من ماكسيمم ترجع للزيرو وبعد كده تطلع للماكسيمم. في قامنا الفرق يبقى دي بتاعة النورمل لقى طالما فيه نورمل او بريبين ديكلا لاين ودي بتاعة البلين على طول المباشرة. بتركيز بقى معايا كده. سؤال برضو من اسلات الجرافات اللي ممكن تحياركو شوية. زي في هندرد ايه? بيقول ليه في هندرد فايف? بيقول لي انت المفروض ان في عندك ريليشن ما بين مين? ما بين التورك والسيتا. ماشي. ايه الريليشن دي? ركزوا معايا. ببساطة. التورك والسيتا طبعا مع الانجل مظبوطة ما فيش اي مشكلة عادي. انه لسه حلين شباهها فوق. بس هو الراجل هنا لعب ازاي بقى ركزوا معايا. بيقول لي انا عايز العب على المجنيت دايبول مومنت. هو ايه كده نفتكر? المجنيتك دايبول مومنت ببساطة كان عبارة عن ها? اي اي ان. طبعا اي حاجة محتاجين شرحها? بقرر اهو عندكم في حوالي عشر ده لكل حاجة من دول شرحها تفصيليا. فتقدر ان انت تاخد الفيديو اللي انت محتاجه. طيب. اي اي ان. طيب اي ان دي ما فيهش وجود للساين اصلا. يعني مع ما غيرت في الساين اي حصل تجيل المجنيتك دايبول اكيد لا مستحيل. يبقى هلاقي المجنيتك دايبول مومنت مع السيتا ما فيش اي مشكلة فيها او حتى مع الساين بتاعتها هيفضل الفاليو بتاعتها. بص بحركزه معي ونشوف شوية اسئلة كده على الجالفانومتر عشان هو الشغل بتاعه فبيلعبط احيانا فالناس تركز معي. هو هنا في الشكل اللقصادي. بقول لي في الشكل اللقصادي الشكل اللقصادك ده بتاع الايه? الجالفانومتر. الكمبوننت اللي معمولة لريديوز الفراكشن يعني عشان تخلي الفراكشن بتاعي قليل اسناء من الموشن. طب نركز. انا دلوقتي عايز ايه? الفراكشن يقل. فين بقى الفراكشن يقل ده? المفروض يتزابط ازاي? دي بتبقى عايزة عاملة زي كور كده? او زي نقط يعني تسبيت. النقطة التسبيت دي بتبقى وظيفتها ان هي بتشتغل زي فاكرت كده زي نسبة من نسبة الكاربون عشان يقلل الفراكشن عندي اللي هي في الكمبوننت رقم فور اللي هي بتبقى النقطة اللي تحت هنا دي. والنقطة كمان اللي تحت هنا. تبقوا عارفين التفاصيل التيوريتكال دي? هي ايه نعم ما بتتحطش في انتحانات ببقالها فترة. بس برضو نبقى عارفينها لانها من كتر ما هي بتتكانسل من التركيز عليها ممكن تروح من دماجك. تاني جزئية هنا عندي? الشكل اللي قصادي بيقول لي يا عام انت دلوقتي يقول لي انهي كومبوننت معمولة من الالمونيوم. طبعا دي قلناها في فيديو الشرح. ده الالمونيوم بتاعي اللي هو البوينتر عشان يفضل خفيف. طيب انهي جزئية هنا اللي فيها البوينتر بتاعتي اللي هي رقم كم? ايوة عشرة العشرة رقم واحد. الجزء ده هو يمثل بالنسبة للبوينتر عشان يبقى الالمون ده لايت. لايت يعني كفيف يقدر ما يحملش على الكويل فما بوزيش القراءة. طيب. في رقم هندرد ايت. هو هنا بيقول لي الشكل اللي قصادك سوء الماجنيتك فلاكس ماشي لاين افكتت لازم فورمد ايه ده ايه? ريديال لاين او ريدياي. ده ديو تو ايه بقى ركزوا معايا. اتفعنا واحنا بنشرح ان احنا لازم بنعمل ده على شكل كونكيف بول. لازم نعمل على شكل ايه? كونكيف بول. هلوة اوي. لما نعمل على شكل كونكيف بول. مش كفاية. لازم اعمل الكور بتاع على شكل سلندر. فبالتالي الدزاين بتاع الاتنين هو اللي بيخلي في الاخر التأثير كده من كل الاتجاهات ازر ديواي. يبقى ديها تبقى بالنسبة لي. الدزاين بتاع الكونكيف بول بتاع الماجنيت. اضافة لكده كمان الدزاين بتاع مين? ايوة عشرة العشرة. الدزاين بتاع الكور نفسه على شكل سلندر. عشان يخلي الايفاكت طول الوقت على شكل ديواي او مجموعة من الايه? الدعامة ارزي بتأثر على الكويل نفسه. فبالتالي اض ده من الحاجات. بيقول لي في سؤال رقم بيقول لي لو انا دخلت اي سي. البوينتر ايه اللي هيحصل له? الاي سي ده جماعة بيشتغل. ده طبعا مؤقتا لغاية ما ندخل في الجزئية بتاعت سري. ماشي? هو هنا بيقول لي الاي سي. الاي سي المفروض انها كهرباء بتشتغل بوزيتف ونيجاتيف. فبالتالي لما اجا بص كده شوية يعني طالما شكالها بوزيتف ونيجاتيف. والبوينتر بتاع الجنفانو كانت تزيله بتاعته في النص. لما انا كده لما يخشوا له بوزيتف ونيجاتيف ورا بعد يبقى الراجل ده يبدل يروح يمين وشمال كل شوية بالشكل ده. يبقى بالتالي الاحتمالية ان هو على حوالين الزيرو ايه? بتاع بتاعه. عشر على عشر. بيقول لي انت لما بتعدي في المفروض ان امتا? ركز بقى معايا شوية. المفروض ان امتا وات هابند يقصد بيها التورك اللي موجود جوه السبرينكس. ما انت لما بتيجي تحرك السبرينكس اللي موجودة هنا بتبدأ تضغط. طيب. بتبدأ تضغط الى مالة نهاية? لا. هي بتبدأ تضغط. تضغط لغات ما تساوي التورك. ليه? عشان زي ما قلنا في فيديو الشرح لازم يزبط عشان يقرأ. عشان يزبط عشان يقرأ يبقى لازم التورك اللي انت بتدوله من برا يبقى التورك اللي هيتخزن جوه السلك بتاعك بالشكل ده. فبالتالي التخزين ده لازم يوصل للايمة بتاعت عشان يضمن ان ده يبقى لاتنين من ناحيتين فيزبط عند الاراية ده معنى كلمة هو امتى البيدفلكت ماشي الكلام لغاية ما يوصل لما انا اوصل لغاية ما اوصل للايمة التورك المساوية للتورك اللي دخلها من برا. يبقى اخدوا بالكو اللي موجودة هنا دي برا عاملة زي مساعدين العربية كده انت بالزبط بتضغط على قد اللي انت بتدوله. بحيث ان حضرتك اول ما تسحب الكارنت يروح هو اراجع مرة تانية الوضع الزيرو نتيجة الضغط اللي هو كان مضغوطها. اول ما انت تسحب الكارنت كده التورك اللي داخل اتقفل يبقى فاضل اللي متخزن جوه هيرجعه مرة تانية للزيرو. برضو سؤال حلو زي بتاع هندرد الافن. هنا بيقول لي جوه الكويل. طبعا مليون المية اول ما هيعمل كده هيعمل حاجة زي ما قلناها في كده في الشرح. هيعمل حاجة اسمها يعني الكهرباء هتطلع في وشه. فبالتالي هيبقى فيه عند اتنين كهرباء جوه بعض. دي هتعمل عالية جدا من ما بين او مش ما بين الالكترونز مع بعض ده هيخلي فيه عالية جدا. الاماونت العالية دي هتخلي الكويل بتاعي يتحرق. وده هيكون السبب في تصنيع الاميتر وان احنا نقدر نوصل بعد كده لتعديله وتحويله كمان لفولتميتر واميتر. زي طبعا ما هنشوف في فيديوهات الحل اللي جاية وطبعا فيديوهات الشرح بتاعت الجزئية دي موجودة. بس يا جماعة الناس الاول مرة تتفرج علينا. عندك البلاي ليست بتاعت القناة فيها الشروحات لغاية نهاية شابتر ايت. احنا كل اللي احنا بنعمله السنة دي ان احنا بنزود افكار من حل مسائل جديدة. ولكن الشروحات كلها قائمة وما وش موجود منها اي فيديو محزوف. تداروا تشوف اللي انتو عايزينه. اتمنى يكون الموضوع فاتكو. شدوا حلقوا يا شباب. وان شاء الله بازن الله الفيديو اللي جاي هنحاول نجمع فيه التلاتة الاخرينين مع بعض. اشوف كم على خير. مع السلامة.